يقب بموسيقار الجزيرة لحن السلام الملكي وترك نوتاته على أغاني أخرى مثل ياري موادي ثقيف وحباة تاني وغنى الوتر الحان مؤلف موسيقي قدم أعماله للمارشات العسكرية والسنفونيات والأناشيد القومية طارق عبد الحكيم في هذا التقرير مما كالمكرمة لما يحتحد لم يدع طارق عبد الحكيم شيئا في الموسيقى إلا وفعله من تلحين السلام الملكي إلى ياري موادي ثقيف التي مضى عليها نصف قرن ولم تزل حية نابضة ومطلوبة أيضا ياري موادي ثقيف لطيف جسمك لطيف ما شفتنا لك وصيب في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب لكن ما فاجأنا به هذه المرة هو خفة روحه التي رفرفت فوق لقائنا به مثل غيمة بيضاء وارفة قالوا واصل بهذه الصفة وأنا محتفظ بالقصاصة واصل اليوزباشي السعودي طارق عبد الحكيم مبعوث من المملكة العربية السعودية لدراسة الموسيقى وهو لا يفقه بين نوتة الجيب والنوتة الموسيقية هذه نكتة كانت ولد طارق عبد الحكيم في الطائف مصيف مكة ووستانها وبين أخواله لاعبي المزمار ارتفعت قامة طارق الصبي الصغير واستطالت على وقع الدفوف مجموعة طيران لكن كل طار يقول دق الوحدة واحد من الطيران يقول تتتم 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 وطار يقول تتتتتتتتم مضت الأيام وتخرج طارق ملازما مدفعيا مضاد للدبابات ثم ترفع إلى ثلاث نجوم وحين أراد الأمير منصور بن عبد العزيز أن يعمل سلاما ملكيا أشارت الأياد نحوه فقالوا له الضباط ورئيس سركان حرب الجماعة قالوا له ما في إلا هو طارق هذا هذا بدوي يرقص المجارير ويقول الحذر ويقول الفرع ويقول كل شيء قال هذا خلينا شوفه أرسله الأمير منصور بن عبد العزيز ليدرس الموسيقى في القاهرة التي نسج معها حبال الود حتى منحه اليونسكو جائزة الموسيقى الأفضل فارتخت الحبال أستاذ محمد عبدالوهاب كتب للمنظمة من طارق هذا عبدالحكيم اللي أخذ جائزة اليونسكو كأول موسيقي عربي كده كاتبينها كأول موسيقي عربي وسادس موسيقي غربي ردت عليها للمنظمة قالتوا أنتم متقوقعين كل فنان وكل ملاحن متقوقع في بلده لكن هذا السعودي الذي سافر ونشر الأغنية العربية في العالم كله لا دقيقة تتمر إلا وطارق عبدالحكيم يشيع في المكان بهجة مصدرها روحه الرضية المحاطة بذكريات الأيام الماضية والصحبة الطيبة والنية الصافية التي ما أن تلامس الأشياء إلا وتلحنها موسيقى موسيقى